الزمالك مرة تانية والزمالك محتاج له دايماً وانت بتقول الأخبار بتاعته في أوقات الأحداث يعني تشمر كده كده مشمرين يعني لكن تعالوا مخش على أخبار الزمالك مع بعض هبدأ معكم الأول بنقطة فنية لأن السؤال عن من سيقود الزمالك كمدير فني بشكل طبيعي جداً أن يكون مطروحاً بانتظام آخر حاجة كنا قلناها لكم مبارح هي أن المدير الفني حتى الآن لم يحسم هيكون مصرياً أم أجنبياً تلكم أنه ده لسه نقاشات رغم أنه فيه سيار ذاتية بتعرض ورغم أنه فيه اقتراحات بتقال داخل مجلس إدارة نادي الزمالك أو المسؤولين عن ملف الكرة سواء الكابتن أحمد سليمان أو الكابتن حسين السيد أو الكابتن حسين لبيب أو المهندس هاني برزي أربعتهم مسؤولون عن ملف الكرة بقراراته الحاسمة دلوقتي مين المدير الفني؟ مين الأسماء؟ أو اسم جديد ممكن نقول له حضراتكم مرشح تعالوا نرجع الأول ليوم تلاتين من الشهر اللي فات من سبعة أيام بالضبط كان عندنا خبر يخص الكابتن معتمة جمال وهو أن المقاولون العرب قد قبل استقالة الكابتن معتمة جمال وأنهم لسه بيدرسوا هل سيتم توفير بديل في الجهاز المعاون للكابتن شوئي غريب ولا لا؟ رحل الكابتن معتمة جمال عن الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب يوم تلاتين أكتوبر بعدها بأربعة أيام أو خمسة أيام أعلن الزمالك عن أن الكابتن معتمد جمال سيكون قائما بأعمال المدير الفني وسيكون مدربا عاما في الجهاز الذي سيتم تشكيله تمام؟ بين التاريخين وقبل التاريخ الثاني بيوم كان الكابتن شوئي غريب المدير الفني لفريق المقاولون العرب بيلتقي الأهلي وخسر المقاولون العرب خسارة جديدة خلت الفريق بيمتلك نقطتين فقط بعد ست مواجهات الكابتن شوئي غريب وفي تصريحاته التلفزيونية بعد المباراة غير النلام لعبي وغير النلام التحكيم قال نصا المقاولون سيعود بي أو من غيري هذه النقطة ربما تسير بعض التساؤلات إذا حاولت تحليلها عضو الجهاز المعاون الكابتن معتمد جمال المرافق دائما للكابتن شوئي غريب بيستقيل وبيرحل ثم يعلن مدربا عاما في الجهاز المقبل للزمالك الكابتن شوئي غريب المدير الفني للمقاولون بيخسر فريقه من جديد ثم يقول ممكن أقعد وممكن لأ سواء بقيت أو لأ سيعود المقاولون واليوم الكابتن شوئي غريب أحد المرشحين لقيادة نادي الزمالك من الأسماء المصرية بواقع خبراته وبواقع أن مدير فني تولى قيادة منتخبات سواء المنتخب الأول سنة 2013 أو المنتخب الأولمبي في رحلات متقطعة كان آخرها قبل مواسم أو أعوام قليلة جدا فهل سيجتمع نجم المحلة السابق والمدير الفني المخدر مشوئي غريب مع نجم الزمالك السابق والمدرب العامل حالي المدير الفني المؤقت حاليا للزمالك سويا من جديد هو اسم مرشح لنرى ماذا سيحدث في الأيام المقبلة ده بخصوص الناحية الفنية بخصوص بقى الناحية الإدارية النهاردة أحمد فتوح الزمالك